بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا بنيات عاملين ايه وحشتوني من الفيديو اللي فات انا النهاردة جايبا لكم فيديو حلوة قوي هاربي يعجبكم الفرق بين مية الورد اللي هي في الصيدلية ومية الورد بتاعت العطار هنشوف مع بعض اني اللي احلى واني اللي ريحتها قوية واني اللي فعالة فعلا وبتجيب نتيجة اكتر دي مية الورد ديت بتاعت شركة ايفا طبعا الشركة دي معروفة ومنتجتها كلها جميلة ما شاء الله عليها اه دي مية الورد ديت هي ريحتها حلوة وكل حاجة انا بستعملها بص انا شميتها معاكم هي ريحتها جميلة جدا والريحة بتاعتها هادية كده يعني تحس بريحة الورد اللي هو ريحة الورد الهادي وبصراحة بتجيب نتيجة على البشرة حلوة هي سعرها انا كنت جايبها ب13 جنيه طبعا قبل الغلل اللي حصل دوت كان 13 اه تقريبا دلوقتي هتلاقيها وسطة مثلا خمستاشر او ممكن توصل لعشرين اه ليها استخدامات كتير اوي انا بستعملها بجيب كتعة اه قطنة وببلها وبمسح بها وشي حوالين عينية اه ليها استخدامات كتير اوي بعمل بقى مسكات مسكات كتير اوي ان شاء الله هنزلها لكم بص انا حبيتها وراها لكم عشان اقول لكم عليها اما بقى مية الورد ديت دي مية الورد بتاعت العطار دي مية ورد هنفتحها بقى كده ونشوف الفرق بين الريحة ديت والريحة بجد رحتها تحفة دي رحتها آآ نفزة نفزة اكتر من التانية آآ رحتها قوية جدا آآ غير ديت دي رحتها تحس اللي هي ضعيفة شوية لكن دي رحتها قوية جدا آآ دي انا جايبها من عند العطار حراز اسمه حراز لو حد يعرفه آآ دي العلبة بتاعتها انا استعملتها على فكرة آآ المية بتاعتها حلوة جدا آآ رحت الورد فيها قوي اوي اكتر من ديت آآ تستعمليها لحاجات كتير اوي ممكن تحطيها في الاكل ممكن تحطيها في المية تستعمليها للآآ كمسكن للتكلصات وللمغس آآ ممكن كمان تستعمليها للآآ للبشرة والجسم والحاجات ديت زي ديت لكن ديت بدي استخدم للبشرة بس يعني ده الفرق بين الاتنين والفرق في السعر اللي دي الازيزة دي كلها مية خمسة وعشرين ميلي ودي مية ميلي دي بتلتاشر جنيه وزمانها غليت دلوقتي ودي تمانية جنيه آآ انا اتصلت بها عشان اعرف تمانها كام قبل ما عملوك الفيديو انا لقيتها فعلا تمانها زي ما هي مغليش بتمانية جنيه آآ دي العلبة بتاعتها اللي هي كانت فيها ده اسم المحل اهو مش عارفة هيبقى واضح معيكو ولا لا اهو هو الشارع السلطان حسن اه مساكن الاو ايف ميدان القلع وده رقم التليفون ورقم الموبايل وهو اسمه حراز آآ آآ منتجاته حلوة قوي هو اللي عملها مش بتتبيع كده عنده خلاص هي من منتجاته هو حتى كاتب عليها اهو اسم مية حراز مية حراز لتر آآ وفيه هنا بقى المنتجات بتاعتها كلها مش المنتجات اللي بتستخدميها لايه كل الحاجات ديت انت بتستخدميها ليها اهي وهنا كمان بتستعمليها للآآ للبشرة وكمان بيقول لك اللي هو صانعها ازاي وطريقة التحضير بتاعها ازاي وكاتب اللي انت ترجي لازيزة قبل الاستعمال وتصلح للشرب وللعصير وللعسل والحاجات كتير قوي آآ بس بصراحة انا لما استعملت الاتنين ديت عجبتني اكتر دي عادية يعني بصراحة هي حلوة والشركة نظيفة وكل حاجة لكن آآ كاستعمال دي فعالة اكتر دي ريحتها يعني انا بكلمكم دلوقتي وقفل الغطى بس الريحة يعني بجد تحفة بالذات لما بجيب قطنة وحطها بحط على القطنة وبعمل بيها وشي بجد بتدي للوشي آآ 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 بتفوقي كده البشرة بتاعتك بتديها نشاط كده بتحس بآآ بحاجة كده آآ مش غير طبيعية يعني تحس اللي انت فعلا يعني وشك بيتكلم بصراحة يعني آآ حاولي لو انت جنبك اي عطار تروحي تسألي على مية الورد ديت واسعارها حلوة في عطارين بيبقوا ارخص من كده انا عرف مية الورد بتتبع بثلاتة جنيه وبخمسة بتوصل مثلا عشرين جنيه يعني مية السيدلية بتبقى غالية بس انا اللي انصحك بيها اللي انت جيبي مية الورد اللي هي اللي هي بتاعت العطار وطبعا لو مش متوفرة قدامك مية الورد بتاعت العطار ممكن عادي يجيبي بتاعت السيدلية وبكده الفيديو بتاعت خلص لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك ولو اول مرة تتفرجي عليها دوسيلي اشتراك وفعالي الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته